هذا ولا تزال الاشتباكات الدائرة في السودان تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية للمواطنين السودانيين خاصة اللاجئين السيدة عزيزة إحدى الوافدات السودانيات إلى مصر تروي لتلفزيون المصري ما عنته من ويلات الاشتباكات وأصوات الرصاص وما لقته من دعم ومساندة في وادي كركر في أسوان قد تسمع للوهلة الأولى طرقة هذا الباب عادية لكنها ومن خلف هذا الباب وكأنها تربط على كتف السيدة عزيزة لتآنس وحشتها بعد أن زرعت أصوات الرصاص في السودان رعبا لا ينسى أثره لتستقر هي ورفيقتها خلف هذه الشاشة الصغيرة ينتظرون خبرا عاجلا يجفف دموعهم ويداوي جراحهم فخلف هذا الوقه الذي يحاول أن يبقى متماسكا روايات مؤلمة حدثت أمام أنظار العالم ولم يحتضن أي منها آلامهم سوى الشقيقة مصر التي ما خذلت يوما قاصدا لها قاعدين من 15 رمضان رمضان والعيد وكل حاجة نحن جوا النار والرصاص جوا بيوتنا طول الوقت تحت السرائر مدسين تحت السرائر كل ما يجي الطيارة ويجي رصاص يدانة يجي رصاص ونحن قشي تحت السرائر بالعيالي قد في نار الحرب إن شاء الله يا رب إن شاء الله كل واحد صعب علينا صعب علينا صعب علينا صعب علينا لا في مدارس لا في مستشفيات وشبابنا يدمر لا فيش الحمد لله أنا مش عاوز حاجة قد للأمان بس أمن والأمان من المصريين أول حاجة والله يستغبوا لنا استغبال كويس قدونا نكلنا وشربنا وقدونا الموية وقدونا الأكياس شلنا حاجاتنا وجينا هنا الأولاد اللحفات أيوة والله بيلعبوا بيلعبوا هده في الشارع بيمشي لعبوا قدام الباب وبيلعبوا مبسوطين والله أيك قل حاجة هنا حلوة في مصر هذه المساحة التي تقع بوادي كركر في أسوان وإن كانت صغيرة الحجم إلا أنها استطاعت أن تجمع شمل أسرة شتتت الاشتباكات جمعهم وإن كانت قلوبهم تعتصر ألما على من تركوهم هناك فهنا حضن دافئ يحتمي فيه الأجداد بأحفادهم وهذه ابتسامة تجدد الحياة والبقاء وهذه جلسة محاكاة لما كانوا عليه قبل الاشتباكات والتي جعلتهم يبحثون عن مكان آمن لا فاقدين فيه ولا مفقودين نافذة أمل فتحت لهؤلاء الأطفال الأبرياء داخل هذا المنزل كل أحلامهم وأمنياتهم أرض يمرحون فيها ويلعبون ويضحكون فيها ولا يبكون نحن كنا منشوف الطيارات بتحوم حوالينا بتطلع نار بالدبابات بتتليف حوالينا نحن بنموت من الرعب أنا وأمي وخالتي بنلعب بالأوراق يعني بحاولوا ينسون الحرب نفسي أعملي حاجة كنت أعملها قبل الحرب أي حاجة ألعب وقبل صحابي كلهم أربعمائة فدان هي مساحة قرى وادي كركر التي احتضنت الأشقاء السودانيين وفتحت لهم أبواب الدعم والمساندة بنستقبل إخواننا السودانيين النازحين ونجي نستضيفهم في بيت أو يخشوا ضيافة على حد أو نجلهم بيت بحيث يلتقدوا أنفسهم يعرفوا سكان رحيم مصر رحيم أي محافظة والله عادينا نحن بنحاول نساعدهم قد من نقدر بالخدمات التومينية فيه مؤسسات بتيجي بتيجي تخدم بتدي فلوس فيه عندي أمراض فيه عندي ناس كتيرة تعبان والبلد برضو مش سايبها كجهزة الدولة مصر مش سايبها هكذا عبر السودانيون حفة الموت ليعانقوا ناصية الحياة لكن في القلب جرح لن يندمل إلا بعودة آمنة لوطن آمن سجل التاريخ على مدار السلين ولا يزال أن لغة الحرب والسلاح لا تحفظ حاضرا ولا تبني مستقبلا لكن لغة السلام تنجح دائما في تحقيق استقرار تطمح إليه الشعوب وتخلق وطنا آمنا تطمئن فيه الأجيال فهنا من أرض السلام ترسل مصر دعوة سلام وأمان واستقرار إلى جميع ربوع العالم من قرية وادي كركر بأسوان محمود جميل التلفزيون المصري